ردود فعل سياسية وشبابية مرتبطة بأحداث الركيز الأخيرة يوم الأربعاء الماضي تتراوح هذه الردود بين الأحداث نفسها وبين ما تلاها من اعتقالات في صدوث السكان حيث تتحدث وسائل إعلام عن اعتقالات عشوائية طالت العشرات والتشار أمني كثيف في المدينة النائب البرلماني برامده اللعبيدي قال في تسجيلات صوتية إن غرف الاعتقال هي المحق الذي يفسد الموقف بشكل نهائي أو يأخذ به مساره السليم داعيا من سماهم سفراء الدولة في المجتمع للطلاع بدورهم فيما وصفت افتتاحية لحزب الصواب أحداث الركيز بأنها اعتداء سافر على مصالح عمومية وهدم لهيبة الدولة ورموزها داعية إلى محاسبة مرتكبيه أشد محاسبة وكان المسؤولين عن الفساد والنهب والمحسوبية والزبونية والضغط حزب تواصل بدوره شجب أعمال الشغب التي صاحبت الاحتجاجات وعبر عن أسفه لتضرر منشآت عمومية وتعرضها للحرق والتكسير لكنه أرجع السبب بهيها إلى تراكم عدد من المشاكل في مقدمتها الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ظل موجة حر شديدة حركة كفانا الشبابية اتهمت الحكومة بمواجهة مطالب المواطنين بالقمع والتنكيل والاعتقالات العشوائية واستغلال الأحداث لتصفية حساباتها مع معارضين شباب ومواطنين رافضين الاستمرار في الظلم والحرمان وفق بيان صادر عن الحكومة وكانت وزارة الداخلية أصدرت الأربعاء بيانا مقتضبا واصفت فيه المحتجين بالمخربين وتوعدتهم بالاعتقال والمحاسبة مؤكدة أنها لن تتردد في معاقبة الضالعين منهم في زعزعة السكينة العامة والاستقرار وبعثت بتعزيزات أمنية إلى المدينة واعتقلت عشرات الناشطين فيما ذكر الناطق باسم الحكومة أن مولدات الكهرباء الموجودة في الكيز مولدات احتياطية قصيرة المدة وأن هناك خطة لاستبدالها بأخرى رئيسية خالصا إلى القول إن الاحتجاج غير مبرر مطلقا في ظل مساعي حل العجز وإن التطاول على ماكن العمومية خط أحمر سيحال متجاوز للعدالة وإن الاستقرار وامن جمهورية مالي بإن الله ترجمة نانسي قنقر